نهارا مباركا نتمنىه لكم جميعا هذه قناة حياة ناور لايف أهلا وسهلا بكم نبتدأ مع بعض بالدرس الخامس من الوحدة الرابعة لمادة العربية لغتي لطلاب الصف الأول وهو بعنوان التنوين تنوين الفتحي هلأ بالنسبة للتنوين الفتحي أول تعلمنا في كتاب الطالب وحكينا في عندي يكون فتحتين فوق السطر فبالتالي منحط فتحتين فوق السطر فبصير اسمه تنوين الفتح بالنسبة للصوت هو صوته زي حرف النون بالضبط يعني نن كارا زن عينة بن إذن لاحظوا كيف البن هنا الإب مع تنوين الفتح خيرنا هون حطينا تنوين الفتح شوفوا كيف صار الصوت عينة بن كارا زن تمام هذا منسمين إحنا تنوين الفتح لاحظة أن التنوين الفتح بنحط على الحرف اللي قبل حرف الوا حرف الألف ما بنحط على الألف بالضبط هذا ماسميه تنوين الفتح ننتقل إذا بدك كمان تلون هاي الصورة تقدر تلونها يا أول خلينا نرسم دائرة حول الحرف الأخير بعدها ننحط عليه على تنوين الفتح أو ما هو أول محطوط تنوين الفتح إذن بس ننحط على الحرف الأخير نجا حن على الألف غس نن على الحرف على تنوين الفتح وطابقا نرسم تنوين الفتح على الكلمات الآتية إذن باصة لن شوفوا كيف تنوين الفتح نحطه هون على اللام طيب نمحيها ونجد نزبطها نكمل مع بعض نفس الشي نجا حن إح والألف اللي وراها غس نن تمام طابقن طيب نكمل مع بعض هون عندي نرسم تنوين الفتح على الكلمات الآتية هنا بالنسبة لهدول الأفضل تخطوها مع القاف أوكي نون والألف تبين مزبوط أوكي هنا لن مبين إذن هون يعني إق مع الألف تمام مع بعض هاي نون مع الألف والح مع الألف طيب نيجي لرسم تنوين الفتح لهذه الكلمات يعني راجو لن شوفوا وين تنوين الفتح على الحرف اللي قبل الألف مش على الألف نفسها تابهوا برضو قطنن وهون دفترن عن نن نن رن را طيب خلينا نحلل المقاطع يلا سا بو ونن على النون منحطه مين الفتح مر وح وبن على الباء نركب يلا نبلش مع بعض نح ل تن هون حطوها عادي على التال مربوطة ما في مشكلة نيجي هون ر س لن على اللام السؤال أو الصفحة 71 بدنا نعيد كتابة الكلمات الآتي بإضافة التنوين لها صرنا ماخدين الثلاث أنواع أول تنوين الضم وتنوين الفتح وتنوين الكسر شو بدنا نعمل هلأ بدنا كل من الكلمات اللي شايفينا وهذا سؤال جدا مهم كثير رح يتكرر معاكو في الصفوف القادمة ففي عندي نو رن مع تنوين الضم نعمل هاي جا ورا وسن السين بحط لها تنوين الضم بهذا الشكل فس لون نكتب فس لون منحط تنوين الضم تمام نيجي لهون نورن هاي تنوين الكسر هون صارت جا را سن منحط تنوين الكسر فس لن منحط تنوين الكسر طبعا هون منكتب هون بالنسبة لتنوين الفتح هاي مهم من تفهولها تنوين الفتح مرات بتغير بالحرف الأخير فمنكتب جا ورا شوفوا القلق السين كيف تغير شكلها كانت شكل هنا وصارت شكل ثاني ومنحط تنوين الفتح على الحرف الذي يسبق الألف شوفي هاي كمان شوفوا هاي فس ولن ومنحط تنوين الفتح على اللعم نصنف الكلمات الآتي وفقا للتنوين تنوين الضم أو تنوين الكسر أو تنوين الفتح انتو بدكوا تحكولي تنوين ضم ولا كسر ولا فتح انتو بالحكي أو ممكن حتى تكتبوا لي ياهم هون احنا راح نوصلهم يعني أول واحد يدعها ر ر ر هي تنوين فتح تكتبوا لي يا هون طبيبا شوفوا هاي تنوين كسر منحطها هون منشار تنوين كسر قلبا تنوين فتح مازن هايها تنوين ضم راشدا تنوين فتح دليل تنوين ضم بستان تنوين كسر وبارد تنوين ضم أحسنتم يا أول بهيك نحن خلصنا درسنا اليوم كان سهل كتير وحلو وعملية مراجعة بالإضافة لمعرفة تنوين الفتح نراكم في الدرس السادس نتحدث فيه عن حرف الطا شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم في القناة